ارماطا بعد دخول الهجوم المضاد الثاني لأوكرانيا أرض الواقع والذي أفادت تقارير غربية وأوروبية أنه هجوم يسير بوتيرة بطيئة عما كان متوقع الأمر الذي دفع الدول الداعمة لكييف في حربها لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية خاصة بعد قمة حلف شمال الأطلسي في لتوانيا وفي آخر الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا خلال هجومها المضاد المستمر حاليا أفادت الدفاعات الأوكرانية أن قواتها عاجزة عن التصديد لصواريخ أوليكس الروسية وذلك على الرغم من امتلاكها لمنظومته مارز الأمريكية ووسط عزم واشنطن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار إلى أوكرانيا أقر قائد القوات البرية الأوكرانية بتفوق الروس في عدة جبهات وفق خبراء عسكريون فأن الجيش الروسي دمر معظم الطواقم ذات الخبرة القتالية العالية في قوات كييف الأمر الذي أضعف قدرة الجيش الأوكراني على تنفيذ عمليات عسكرية جماعية في هجومه المضاد الثاني ما جعله عرضة للنيران الروسية ملفات سياسية عسكرية مشتعلة في الملف الروسي زاد من حدتها انفجارات جسر القرم في الأيام الماضية والذي راح ضحيته اثنين من المدنيين وخروج الجسر عن العمل إضافة إلى الأضرار البالغة التي خلف الاستهداف الأوكراني المتواصل وفي آخر تطوراته قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا يجلب الحرب وليس السلام واعتبره ذلك هدفا عسكريا لقواته والتي بدورها عاودت القصف للجسر والجزيرة بشكل عام وبشكل مكثف فيما أعلن حاكم شبه جزيرة القرم أن قوات كييف استهدفت مواقع للبنية التحتية في القرم بالطائرات المسيرة وذلك بهجوم شنته أوكرانيا أسفر عن انفجار مخزن ذخيرتين في القرم ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كيلومتر فضلا عن تعليق حركة السكة الحديد فيما أكد حاكم منطقة بيلغرود الروسية أن أوكرانيا أطلقت ذخائر عنقودية على قرية بالقرب من الحدود وفي ظل الحديث عن اتفاقية الحبوب وانسحاب روسيا منها واصلت كييف قصفها لشبه جزيرة القرم الذي رأى مراقبون أن هذه الهجمات تعرقل استمرار اتفاقية الحبوب بالدرجة الأولى والتي قد تضرر منها كافة دول العالم وخصوصا الدول الفقيرة والأقل نموا